رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة يارب تستمتع قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام ويالله ما أطول عليكم خلونا نبدأ تقول صاحبة القصة أنا رينادو عمري 18 سنة أنا البنت الثانية الأهلي أنا كنت أدرس في الثانية وأختي كانت في الجامعة أختي اسمها مرام أنا أختي ما كنا نشبه بعض أبدا لا في الشكل ولا في الطبع ولا بأي شيء أختي كانت مرة رقيقة ولطيفة وملامحها نعمة وأنا عكسها تماما كانت بشرة حنطية وملامحي حادة ما كنت أحب الملابس الملونة والميكب والأشياء كان كل اللي يشوفنا يقول مستحيل إنكم أخوات كيف أخواته ما تشبهون بعض كذا أختي تضحك وتقول له هذه ريناد الله يهديها وتصيل زي البنات بس وأنا أعطيها ضحكة وقلها أنا طبيعية أنت اللي فيك أنوثة جيادة مش أسوي يعني المهم قصتنا بدأت بوقت خطبت وحدة من صديقات أختي أختي كانت لازم تروح للحفلة ولما راحت الحفلة زميلة في الجامعة حبها كان يتقرب منا في الجامعة وكذا وصاروا أصحاب للعلم إحنا في دولة عربية يعني جامعتنا اختلاط بعدها دخلوا في علاقة حب وكان حبهم صادق وآدمي كانت نية سليمة قلها بعد الجامعة رح أجي وأخطه بكون تزوج طبعا أختي صارحت أهلي بكل شيء قالت لأمي وعلمتها كل شيء وأمي ما منعتها تكلم وتخرج معها عشان يتعرفوا مع بعض يعني كأنها فترة خطوبة وكذا لكن بشرط أنهم ما يخرجون لأحدهم إلا أني أكون معهم أنا كنت أقول أنا ويشتخلني عشان أنجبر أجلس بين اثنين طول الوقت ياسيني تغزلون ببعض أختي كانت تقرصني وتقول أسكتي لا تفتحيني الحين أمي ما تسمح لي أروح وأنا كنت أسكت عشان أختي لأن قلبي طيئ المهم رحت مع أختي مرام ويوسف وجلسنا في كافه وكان هذه أول مرة نجلس أنا ويوسف مع بعض وقال كيف كده معقول أنتو أخوات قلت له إيوا بس مرام من كوكب زمردة وأنا كوكب أكشن أضحك وقال حلو ودمك خفيف بس أنا فهمت عليه يقصد أني أقوم من الطاولة وما أثقل عليهم قلت لأختي أنا طالعة شوية تكلم في الجوال قالت تمام طلعت من الكافية وأنا نازلة من الدرج إلا أصدم بشخص وهو فورا قال آسف واعتذر قلت له ويش فيك ما تشوف قدامك قال قل نالك نعتذر خلطتك وتهاوشنا عند الباب وعليت أصواتنا إلا يجي يوسف يركض ويقول إيش فيه إيش فيه وإيش اللي صاير هنا وإيش اللي صاير يا خالد قال له لا ما في شي بس أتصدمت أنا وهذه المجنونة وعليكت في لسانعة قلت له إيش قصدك أنا المجنونة ورجعنا تهاوشنا من جديد إلا يوسف يقول لحظة لحظة رينات ترى هذا أخوي وخالد هذه رينات أخت مرام خالد رفع حواجبه وناظر فيهني مستغرب ويوسف قال رينات أنا بإسم خالد اعتذر منك قلت له لا ما أقبل إلا هو اللي يعتذر يوسف قال عشاني يا خالد يعتذر وخالد اعتذر بدون نفس ودخلنا ودلسنا كلنا على نفس الطاولة وأنا طول قاعدة أناظر بخالد وشمك وخالد يناظر لي وبعد ما خلص مشوارنا ومشينا أنا ومرام خالد قال لي يوسف هذا البنت اللي أبيها أنا أبغى تزوج هذه البنت يوسف استغرب وقال له قبل شوية كنت رح تنتفوا بعض خالد قال بس هذه البنت الوحيدة اللي دخلت قلبي وبقينا كم شهر نلتقي صدفة أنا وخالد وبدأ صح تخطيط يوسف وخالد عشان يقدر يشوفني أنا ما كنت طيقته حرفيا وأحيانا اعتذر على الطلعات عشان ما أشوفه بعد ما خلصوا الجامعة جاء يوسف عشان يطلب مرام وجلسنا كلنا مع بعض في الصالة والكل يحس بأن يوسف جاء يطلب مرام بس الصدمة أنهم جايين يطلبوني أنا وأهلي ومراما صدموا لما أهل يوسف قالوا أنهم جايين يطلبون رينات أبوي قال له ما فهمت إلا بسرعة هم يصححون كلاما والحمد لله وقالوا أنهم جايين يطلبون رينات لخالد قبل ما يطلبون مرام ليوسف وشارطوا أنهم يأخذون البنتين أو ما يأخذون ولا وحدة أنا ضحكت وقلت لهم تمزحون صح إش هي لعبة أولاد ينأخذ اثنين أولة وحدة أهلي كانوا مقهورين من السالفة بالسكة عشان خاطر مرام مرام المسكينة نظلي وعيونها مليانة دموع وأضح أنه جلست يترجاني في قلبها عشان أوافق المهم أبوي قال له نفكر ونرد لكم خبر وروحوا من عندنا جلسوا الكل يقنعوا فيني أني أوافق وخالد شخص طيب ويحبك ومدري إيش ومرام تبكي تقول لي أرجوك يا ريناد مستقبل ما تعلق فيك بقيت أسبوع أفكر وناضل لختي اللي تكسر القلب وبالأخير أنجبرت أني أوافق عشانها لأنها كانت تموت شيء وما تقدر تعيش بدونه تمت قطوبتنا أنا وأختي في نفس اليوم وهي كانت طايرة فرح وأنا حزينة والكل يحس بأنه إحنا كده يعني مختلفين المهم بعد شهر تقريبا تم زواجنا وانتقلنا نعيش بشقتين فوق بعض أنا وخالد في الشقة اللي فوق ومرام ويوسف في الشقة اللي ذحت وكل وحدة فينا دخلت لبيتها أختي مرام وزوجها كانوا أكثر اثنين متفاهمين شفتهم في حياتي أنا وخالد عكسهم تماما كنا دايما نتهاوش كانوا مرام ويوسف كلما سمعوا صوت فوقهم يجون يركضون لعندنا لأننا عارفين إن إحنا متهاوشين ويجون يصلحون الأمور بيننا يوسف يأخذ خالد على طرف أختي تأخذني الطرف وتصير تقنعني إنه خالد يحبني ويموت فيني وما يصير نتهاوش وكده وإن إحنا للحين متزوجين ومدرئاش أنا كنت أحاول يعني مو إني ما أحاول بس ما كنت أحب وإيش أسوي مع إني أعرف إنه هو يحبني ويموت فيني بس هو كان عنيد وأعند مني وإذا أنا وهوته هاوشنا ما في أحد فينا يتنازل للثاني بقينا كده سنة كاملة ألين خالد سوى حركة وقلب كل الأمور مرة كنت نايمة وصحيت وما لقيت خالد جنبي وطلعت أشوف وينه إلا أشوفه جالس يتكلم عن جوان بصوت واطي لما شافني أتوتر وقفل الخط على طول لما سألته قالت قالت أتكلم مع زميلي في الشغل واتهرب منه وراح ينام كرر هالشي أكثر من مرة وأنا صرت أشك إنه جالس يكلم بنت وكنت راح أنجن من التفكير طول اليوم وفتشت كل أغراضه وملابسه وما لقيت شي وقررت أفتش جواله ولما رجع من دوامه أخذ جواله بدون ما يدري ورحت للمطبخ عشان أفتحه بس كشفني وجاء سحبه من يدي وقال ممنوع تفتح جوالي أنا قمت أبكي وتأكدت إنه جالس يكلم بنات من وراي قررت إني أراقبه عشان أكشفه وفي الليل لما نمنى سويت حالي إني نمت وانتظرته عشان يقوم يطلع من الغرفة ولحكت ورحت وراه شوي شوي وسمعته يقول إيوا بكرة الساعة وحدة الظهر تلاقيني في المكان الفلاني وقال العنوان كله ورجع كرر العنوان وقات وأنا ثجلت على ورقة عشان ما أنساه رجعت نمت في مكاني وجاء خالد شافني نايمة ونام وفي الصباح جهز نفسه لبس ملابس حلبة وحط عطر وضبط شكله كأنه عريس سألت وين رايح قال عندي مقابلة عمل ولتلم وعقول كلها الأناقة عشان مقابلة عمل ما رد علي وطلع من البيت وأنا فورا جهزت نفسي وطلعت وراه رحت للعنوان اللي كتبته على الورقة بالليل وطول الطريق وأنا أقول يا رب أكون غلطانة يا رب ما تكون يا خالد موجود في هذاك المكان لما وصلت كنت حط يدي على قلبي ودخلت كان المكان ظلام كنت خايفة وقلت خالد أنت هنا ما كان فيه جواب رجعت وعليت صوته وقلت يا خالد خالد إلا اشتغل الضوء أشوف طالة فيها ورد وعصائر وكيك وخالد واقف قال طولت يا رينات أنا مفهمت شيء هجمت عليه وصرت أضرب وأقول له وينها وين البنت اللي مواعدها هنا صح هي هنا قال اهدي اهدي البنت اللي مواعدها هذه هي بالدام قلت له كيف مفهمت قال لي يا المجنون هذي التجهيزات كلها عشانك قلت له ما فهمت انت جالس تخدعني صح عشان ما أكشفك أنا سمعتك البارح وانت تكلمها وعطيتها العنوان وهنا جتني لحظة تدراك وسكت شوي خالد قال ايو يا رينات أنا كنت قاصد أقول للعنوان بصوت عالي وعدته أكثر من مرة عشان تحفظي أنا أحبك وما أشوف أحد غيرك وحبيت أختبر غيرتك شوي أنا قمت أبكي وحضنت وقلت له ما تدري قد إيش خفت إني أخسرك قال يعني تحبيني قلت له طبعا أحبك وأحب أتهاوش معاك بس أنا ما أقدر أعيش بدونك فالحمد لله بعد هدية الأمور بيننا وبطلنا نتهاوش مثل قبل صح أيام نتناقر شوي بس بسرعة نرجع نتصالح وبس والله انتهت قصتنا لليوم أتمنى تكونوا استفدتوا حالي